مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتن في أنقرة برفقة المبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري ووفد عسكرية لإجراء محادثات مع مسؤولين أتراك حول قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا لقاء يهدف لإيجاد آلية للتفاهم حول كيفية تنفيذ الانسحاب المقرر وتجاوز التوتر الذي أثارته تصريحات نيبولتن قبيل المحادثات تضمنت شروطا من بينها ضمانات بشأن سلامة الأكراد قبل الانسحاب الأمريكية شروط اعتبرتها أنقرة اتهامات قائلة على لسان المتحدث باسم إردوغان إن الدعاءات استهداف تركيا للأكراد أمر غير منطقي وإن أهداف تركيا تتمثل في وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني وداعش من جهته استبق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المحادثات بتصريحات تفيد بأن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تتمتع بالنفوذ والالتزام لإرساء الاستقرار في سوريا بعد الانسحاب الأمريكية وذلك في مقال نشر في صحيفة نيويورك تايمز وفي واشنطن أعد البيت الأبيض التأكيد على أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سوريا مبينا أن هذه الخطوة ربما قد لا تتم سريعا الرئيس أوضح بأنه يرغب في سحب القوات من سوريا قمنا بعملنا هناك وقضينا على الخلايا الإرهابية وزارة الدفاع تدرس الآن خطة الانسحاب للتأكد من سلامة القوات الأمر يتعلق بإجراءات لضمان أمن قواتنا أثناء انسحابها من سوريا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أكد بدوره أن الانسحاب الأمريكي من سوريا لن يكون فوريا وذلك بعد تعرضه على ما يبدو لضغوط قوية داخل بلاده وفي عواصم الدول الحليفة بعد تصريحاته السابقة التي أشار فيها إلى القضاء على داعش وسحب القوات الأمريكية من سوريا بشكل فوري وبعد قرار ترامب جرى تكلف بولدون من الجانب الأمريكي ومتحدث الرئاسة التركية إبراهيم قال كمبعوثين خاصين لزعيمي البلدين من أجل بحث مسألة الانسحاب الأمريكي وفتح المجال أمام تركيا لقتال ما تبقى من داعش في شرق سوريا في ظل مطالبات دولية بحماية وحدات حماية الشعب الكردية من أي عمليات تركية في شرق الفورات في وقت لا تزال تركيا تهدد تلك الوحدات بالعمل العسكرية وتواصل حشد قواتها بشكل يومي على الحدود الجنوبية